الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا أقلق العالم ومع وميضي المؤشر لارتفاع عدد الإصابات في سلطنة عمان قررت اللجنة العليا حظر إقامة المناسبات في المساجد والقاعات والأماكن العامة واقتصارها على المجالس العامة فقط في المساجد نحن نشوف أنه طبعاً بدأ البعض خلاص لما يوصل لك المسجد من دون كمام أو مثلاً من دون سجادة صلاة فأتمنى يعني هذه الأشياء الدقيقة البسيطة اللي هو يشوف السيلة لا يتعون فيها جب على الأخوة التزام بقرارات اللجنة تجنباً للإصابات بالفيروس وأيضاً التباعد لبس الكمام هذا أيضاً من صالحهم يعني من صالح المواطنين أيضاً أعساس أنه ما يكون فيه أمراض ترجع مرة ثانية لا بد وأن يأخذ الجميع حذرهم ومواصلة الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون فالأيام تمضي صراعاً وجديد كورونا ينتشر في لحظات بفضائنا فعندما افتتحت المدارس والأنشطة الأخرى وأخذ المواطنون والمقيمون اللقاح تهاون البعض وذلك استدعى جرعة ثالثة لتلاف الانتشار الأكبر أعتقد أن الناس على بالهم أخذوا اللقاح وخلاص يعني ما شيء راح الفيروس وهم محصنين وأوكي بس الحين في ظل عودة هذا المتحور يعني الأفضل نرجع نحط الإجراءات الاحترازية من أول وجديد ارتفع عن عدد الحالات ونتمنى من المجتمع بين يلتزم بالإجراءات لأن كل ما التزمنا بالإجراءات كل ما قلن الحالات وكل ما تهاوني كل ما زاد الحالات لا يجب أن نغفل جانباً عن جانب آخر فمن الضرورة أخذ اللقاح واتباع تعليمات اللجنة العليا ولكن الوعي التام يفرض علينا أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية كلبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي والمسؤولية تترتب علينا بأن نقي أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا خطر الانتشار الفترة القادمة تكاد أن تكون فترة حرجة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والواجب يفرض علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من حيث لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي ولا ننسى أيضاً أخذ اللقاح عبدالله بن صالح الريسي محافظة شمال الباطنة ترجمة نانسي قنقر